نعرف منك يا سوهية ايه برضو يعني ايه الدور اللي انتي ما كنتيش حباة او ندمتي عليه يعني والكواليسك وتعاملت ازاي حكينا على موقف كده لا بص هو انا ما ندمتش علي حاجة عملتها بصراحة يعني انا فخورة جدا بكل شغولي مش بقول كده بس لان انا اما بقرس السكريبت قبل موافق عليه السيناريو خلاص بكون عجبني او مش عجبني فطالما عملته يبقى كان عجبني بس ممكن الاجواء ساعات الاجواء تبقى متضايق بقى من الاجواء بعدين بس انه بتعدي بس ما تندمش لانه انت وفقت وخلاص ودور عدة في حياتك بحلوه بمره بحداثه بتفاصيله جميل مش مرة كنا بنصور مشهد كان كنت لسه في بداياتي وكان مسلسل كنت مع هلا صديقي اوكي وبعدين هلا صديقي انت عارف ما شاء الله يعني فاننا هلا صديقي الجميلة حدا هي سباحة طبعا غطاسة غطاسة بالزبط فانا كنت لابسة لبسة في بوت وبتاع وكنا بنصور مشهد ان انا هخرج من البوت من المركب انط في مركب تاني اكبر حالو فوانا بنط نزلت في النص نزلت في النص بس ده كان نيل مش بحر نزلت في المياه نزلت في المياه ما بين المركبين حالو نزلت وبوت وصوف المراه المركبين نزلت القلة Unto denen تقيلت ومائة النيل أنت عارف تقلة ويتشدوني ابدا يجلت دوني يشدوني jan anci alive كان هي بقى كنت بتصور ماشر كان يا حبابتي لو ما كنت حال حقك استعاله كنت عسينك تغرأي ده ده الشئ بتاعي ده أنا صدق دي يا حبيبي قبل لقابني ماية نبيل تقيلة مش بحر بقى كنت تفاهم دي من الموقف الصعب بجد طمعا ايه ده ممكن يحصل لقدر الله حاجة دي اه صعب لا طمعا يعني في مرة بقى حصلي موقف عارفة انت كلمة اوفر دي بدأت تطل عندنا في الوصف تقولك يا عم ايه الاوفر اللي انت فيه ده عارفة ازاي فكان نحمد رزق معانا وصحابنا بقى وبتاع كنا بنعمل في مصرحة مع فيفيا عبدوك دلعيا دوسا ايه اتواح فكنا دايما يا اوفر اوي انت وبنعد نحصله بتاع اهمية كنت انا عامل مسلسل لدواعي امنية مع الاستاذ محمد فاضلي ودور فارس ده في دواعي امنية كان مكسر الدنيا وبتاع فكنت نازل في مرة فوسط البلد رايح اخلص اوراق وحاجات فدارب بقى نظاره كاب وخايف حد يعرفني والكلام ده ونازل بقى اقول ايه مسلسل مسمع جدا وفجأة ورح تنازل من التاكسي شايل حاجات وليه قال لي باشا وقتلوه بصي انا مش عايز باقي عمل داوش قلتلوه اهلونا صحنا بديلي كيو بالراحة قال يا باشا انا بحبك حب لا تتخيل قلت له حبيبي ربنا يحفظك قال انا عايز اقولك ان انت في المسلسل الاخير ده كنت اوفر اوفر